يوما بعد يوم تزداد حدة مأساة مسلمي الروهينجيا فالحديث اليوم بات عن نشوء جيل ضائع من أطفال الروهينجيا المسلمين هجمات صادمة واجهوها مؤخرا فاقمت وحشية الظروف التي يعيشونها حتى أن المتحدث باسم منظمة اليونسيف للطفولة التابعة للأمم المتحدة سايمون إنجرام قال أن نصف مليون شخص في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش يواجهون عدة مخاطر منها الأمراض والفيضانات في حين يفتقر أولئك الذين ما زالوا في ميانمار إلى الحصول على التعليم المناسب إنجرام الذي قضى ستة أسابيع في مخيمات في كوكس بازار ببنجلاديش وصف أوضاع الروهينجيا بالمأساوية وتحدث عن مخاطر فقدان جيل كامل منهم المسؤول الأممي ذهب أبعد في وصفه المأساة قائلا إن الأمر لا يتعلق فحسب بنحو نصف مليون طفل على الجانب البنجالي من الحدود فتقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما بين 530 ألفا إلى 600 ألف من الروهينجيا ما زالوا في ولاية أركان بينهم نحو 360 ألف طفل ولا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إلى هناك وهؤلاء لا يحصلون في أحسن الأحوال على قدر مناسب من التعليم أو أنه محدود إلى حد كبير بحسب وصفه وفي سياق الهجمات المتصاعدة ضد الروهينجيا أعربت الأمم المتحدة عن خلقها البالغ إزاء الوضع في شمال ووسط ولاية أركان حيث نزح ما يقدر بنحو 4500 شخص منذ بداية شهر كانون الأول الماضي حتى اليوم بسبب القتال الدائر في المنطقة كذلك قالت المنظمة الأممية على لسان منصقها للشؤون الإنسانية في ميانمارك نوت أوستبي إنها مصدومة من تقارير تفيد بهجمات وحشية على الروهينجيا وقعت في الرابع من شهر كانون الثاني الجاري وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف على ضمان حماية جميع المدنيين والالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان كما ناشد جميع الأطراف تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي لما يجري في ولاية أركان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من العنف والقتل الممنهج اشتركوا في القناة